تمكنت مصلحة حفظ الصحة بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة في ساعة متأخرة من مسا يمس من حجز مائة وستين ألف قفاز طبي وخمسة وأربعين ألف كمامة طبية منتهية الصلوحية منذ سبتمبر أربع عشرة والفين وذلك بعد مدهمة شقة سكنية تابعة لرجل أعمال صلة له بالميدان الصحي وفق ما أكده رئيس المصلحة أحسن فيالة وضف أحسن فيالة في تصريح نعلامينا اليوم أن عملية الحجز تمت بعد استشارة نيابة العمومية وبالتنسيق مع ناصر الأمن مؤكدا أن صاحب الشقة عمد إلى إعادة تعليب هذه المواد الطبية منتهية الصلوحية في علب جديدة دون ذكر تاريخ انتهاء الصلوحية بغاية ترويجها وأفد مصدر من مصلحة التنسيق العدلي بسوسة أنه تم إدراج رجل الأعمال صاحب الشقة في قائمة المفتش عنه ترجمة نانسي قنقر